السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحباء في قناة وصفات لكم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة هي مجربة ومضمونة وصفة هي طبيعية مئة بالمئة تعطي نتائج جيدة هي لطبيض الوجه واليدين في وقت سريع جدا كذلك هي وصفة ترتب البشرة لاحتوائها على مكونات مغدية للبشرة كما ترون هنا سنحتاج كمكونات أول في هذه الوصفة لطبيض الوجه واليدين سوف نحتاج إلى الطماطم هنا سوف نحتاج لعصير الطماطم لأن الطماطم معروف عنها أنها من المكونات المغدية للبشرة لأنها تتغلغل في البشرة مما يجعل البشرة تتغدى على الفيتامينات والمعادن وتجعل البشرة أكثر صفاء ونقاء وخالية من البقعة الداكنة كذلك من التصبغات لأن هنا عصير الطماطم يعمل على توحيد لون البشرة فمنذ الاستعمال الأول لهذه الوصفة إن شاء الله ستلاحظون أن الوجه أصبح أكثر بياد بالمقارنة مع السابق وكذلك سوف تساعد هذه الوصفة على إزالة البقعة الداكنة والتصبغات سوف نحتاج تقريباً هنا إلى مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم أما بالنسبة للمكون الثاني فسوف نحتاج للسكر الخشن فالسكر الخشن يساعد على إزالة الخلايا الميتة والبقعة الداكنة والتصبغات من أول استخدام أما بالنسبة لتريقة تحضير الوصفة فهي جد سهلة يعني نقوم بأخذ مقدار ملعقة كما قلت من عصير الطماطم ونمزجها مع مقدار ملعقة كبيرة من السكر الخشن ونمزج هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس بعدها نأخذ القليل من هذه الخلطة ونمررها على كامل بشرة الوجه والعنق كذلك نقوم بعمل حركات دائرية أو مصاج خفيف لإزالة الخلايا والتصبغات التي تكون عالقة بالبشرة لأن تلك التصبغات في الأصل هي عبارة عن خلايا ميتة يعني نقوم بعمل تدليك للبشرة لمدة خمس دقائق تقريبا بعدها تقومون بغسل البشرة بالماء البارد فهذه الوصفة تكرر من ثلاث مرات إلى مرتين في الأسبوع يعني إلى أن تحصلوا على نتائج جيد جيدة هي وصفة عبارة عن مقشر ومبيض في نفس الوقت هي تبيض الوجه واليدين كذلك يمكنكم أيضا استعمال هذه الوصفة لأي منطقة في الجسم يعني للمناطق التي تتعرض لأشعة الشمس أو بها إسمرار ناتج عن حروق الشمس إذن أتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك وكذلك مشاركة الوصفة مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة ولكم مني دائما أحبائي جزيل الشكر وشكرا لكم على تعليقاتكم الجميلة ونلتقي أحبائي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفات جديدة ودمتم دائما في أمان الله